بعدها عندي مساحة المثلث إذا كان عندي مثلث بالشكل التالي نفس المثلث التوى بس شنو أسقطنا عمول من جيم على ألف باسة منها عيما هتجد مساحة المثلث ألف باجيم يأما نقول نص في سين في صاد هنجي نفطا هذا ظلع سين وهذا ظلع صاد استخدمت الظلعين هذين شنو الزاوية محصورة بين سين وصاد جيم معنى في جا الزاوية محصورة بينهما جيم بإن لو أنا نستخدم مثلا هذين الثنين نقول شنو نص في صاد في عين في جا الزاوية بينهم ألف أو نقدر نقول شنو نص في سين في عين سين في عين شنو الزاوية محصورة بينهم باب في جا باء تمام المساحة المثلث نقدر نعرفها بواحد مقونين هذين ملاحظة مساحة المثلثة أم تستخدم أطول أضلعها الثلاثة يعني زي قاعدة الجيب زي قاعدة الجيب تمام ظلعين وزاوية محصورة زي جيب تمام ظلعين وزاوية ليست محصورة سواء نفس الجيب تمام في حالات هذه الثلاثة استخدم فيها يمكن إيجاد مساحة المثلث نشوفه مثال قال لي حدد إذا أمكن استخدام قاعدة جيب بالجيب هنا بالشور الجيب تمام أم لا بيقال لك حل لا ما قال لي حل لا جيب شيء قال لي هل نقدر نجيب بالجيب أم لا في المثلثين هذين هل نستطيع هنا نجيب قاعدة جيب هل شل عطاني زاويتين وظل عين تمام نقدر ألا نقدر شل الشرط متوفر زاويتين وظل عندي معلومة و هذا ظلم معلوم وهذين زاويتين قلنا لما يقدر عندي زاويتين وظلع نقدر نجيب الظلع لآخر صح؟ نقدر نديرها بيهانا شل قال لي عندي معلوم عندي هنا شنو ظلعين وزاوية شنو محصورة بينهما نقدر نجيب جيب ولا لا زاوية legislature ديشنا زاوية شن��면 يجيب زاوية شن تكون ليست محصورة بينهما بينما هذا ظلع معلوم هذا ظلم معلوم وهذهزين زاوية محصورة بينهما ممنقدرش لازم يكون ظلعين وزاوية غير محصورة. يعني هنا نستخدم قاعدة جيب التمام. لأن جيب التمام تقولي ظلعين وزاوية محصورة. شوفوا المثال هنا قال لي شنو؟ أوجد القيمة الغير معلومة للظلع باستخدام قاعدة الجيب. شرط عليها قاعدة الجيب. عطاني شنو هنا زاويتين وظلع. نستخدم قاعدة المطلوب هنا. المطلوب هنا إيجاد سين. سين هالي شنو هي؟ أو مرة حددنا إننا نحن نقدروا نستخدم قاعدة قاعدة الجيب. قاعدة جيب ليش؟ لأن عندي زاويتين وظلع. معنا نقدر نستخدم قاعدة الجيب على حسب الملاحظة اللي درناها. شنو مطلوب هنا سين. ها سين شنو هو؟ سين ظلع. قاعدة الجيب قلنا لما يبيه ظلع. معنا نستخدم الحالة الأولى. هي تجد سين فوق. يعني الأضلع فوق وجهة الزاوية لوطة. معنا نستخدم شنو؟ الحالة الأولى. اللي هي سين على الجهة الزاوية المقابلة لها يساوي خمسطاش على جهة الزاوية المقابلة لها ليه خمس تلاتين. فنقوله سين على جهة خمسين يساوي خمسطاش على جهة تلاتين. بعدها شندير هنا نقدر نضرب الطرف ايه في وسطين. لكن سهل علي أني نضرب هنا الطرف هذا أو الطرف هذا أو نضرب معادة كلها في جهة خمسين. نضرب هنا في جهة خمسين وهنا جهة خمسين. لما نضرب الطرف هذا في جهة خمسين تمشي من هنا. تقول سين على واحد. سين. يساوي مقدار هذا في جهة خمسين. تقول واضح كلام هذا سهل نشوف المثال الآخر في المثلث التالي أعطاني مثلث أوجد قيمة الزاوية فيت باستخدام قاعدة الجيب يعني هذا الشرط علي قاعدة الجيب أوجد قيمة الزاوية شنو عندي هنا معلوم عندي ضلعين وزاوية نقدر نستخدم هذين هنا ضلعين وزاوية ليست محصورة بينهما صح ضلعين وزاوية ليست محصورة بينهما بايش ندير شن مطلوب هنا هنا زاوية مطلوبة آه زاوية ما نستخدم أي حالة الحالة الثانية أنه تجد جاء الزاوية هي اللي فوق في البصل معنا نقوله جاء ثيتا على طول الظلع المقابل لها اللي هي 6.4 يساوي جاء 56 على طول الظلع المقابل لها جاء ثيتا على 6.4 يساوي جاء 56 على 5.7 ومن هنا شن ندير نفس الكلام اللي بنتخلص اللي بنتجيب جاء ثيتا يعني نجيب جاء ثيتا في طرف بروحة منتخلص من الزاوية من اللي معاها شنو هي بتتخلص من هذا بتتخلص من الجاء أول حاجة نتخلص من المقام نضرب في 6.4 للطرفين نضرب هنا في 6.4 تمشي تقل جاء ثيتا بروحة ونضرب هنا في 6.4 ونحسب المقدار هذا بالآلة الحاسبة حتيقل جاء ثيتا يساوي 0.9308 ها جبت الزاوية ما جبتهاش نحنا قلنا لازم تخلص من الزاوية الزاوية هنا شنو يعني نبي ثيتا معنا بتخلص من الجاء شندير جاء أصنقص واحد معنا ننقلها او ناخذ جاء أصنقص واحد للطرفين تقل ثيتا ساوي جاء أصنقص واحد للمقدار هف بانا كيف نديرها بالآلة نديرها شفت ساين ساين هي جاء شفت اللي هي أصنقص واحد فنجي نحسبها نقول جاء ثيتا يساوي جاء أصنقص واحد للمقدار هذا ثيتا يساوي ثمانة وستين بوينت ستة هذه طلعة ثمانة وستين بوينت ستة ولو نفرض مثلا ان هو يبهث نقدر نستخدم كيف هذه ونطلع ثمانة وستين نقدر نديرها ثمانة وستين بوينت ستة وبعدين من مجموع زاوية المثلثة ساوي مئة وثمانين نطرح مئة وثمانين ناقص مجموحة لانا ستجد عندي الزاوية أو أو أعطاني الظلع نقدر نستخدمه نشوفوا مثال آخر هنا شن قال لي في الشكل المجاور هذا ضع علامة صحة وخطأ هل كلام هذا صح ولا لا هل بقاعدة تجيب التمام سين تربية يساوي صاد تربية زايد عين تربية ناقص نين صاد عين صح ولا خطأ شن ناقص عين ها شن رأيك خطأ في هنا شنو جتة ألف ناقص خطأ لان جتة ألف هذه ناقصة هي مقابلة زاوية سين وين تقل جتة ألف تقل بشكل هذا هان شوفوها داخل هنا سين تربيع ساوي سين تربيع ساوي صاد تربيع ناقص عين تربيع زايد اثنين صاد عين جتة ألف تحس قانون نفسه صح بس في حاجة غلط هنا شنو هي شن رأيك فيه ان الناقص هذي لازم تكون زايد وهذي شن تكون ناقصي لعكس الإشارات قانون هذا غلط عكس الإشارات بعدها نجي نشوف اللي أخرى جيم شنو هي سين تربيع ساوي صاد تربيع زايد عين تربيع ناقص صاد عين جتة ألف مية مية القانون ها ولا ناقص حاجة شن رأيكم ناقص حاجة شنو هي الاثنين اللي موجودة هنا معنا حتى هذي غلط ما فيش اثنين تمام هيك نشوفهم مثال هذا قال استخدم قاعدة جيب التمام شرط علي جيب التمام إيجاد أطوال غير معلومة أو قياسات الزوايا المشار إليها في كل من المثلاثات الآتي يعني يبي طول ظلع أو قياس ظلع نستخدم قاعدة جيب التمام ولا لا ها شرايكا مش نجلنا ملاحظات قاعدة جيب التمام نقدر نستخدم مليش لأن عندي ثلاث أضلاع معلومات معنا نقدر نستخدم جيب التمام نجيل هذي شن دير هنا ثيتا ها قلنا كيف ندير والجيتا ثيتا ساوي مجاورات لها تربيع مجموحة هذه تربيع 17 تربيع زائد 10 تربيع ناقص 15 تربيع على 2 في المجاورات لها حصل ضرب مجاورات لها تمام هي بشكلها جيتا ثيتا ساوي 17 تربيع زائد 10 تربيع ناقص 15 تربيع على 2 في 17 في 10 ونحسب المقدار هذا نحسبه بالقالة الحاسبة لكي نصدره 0.482 يعني 480 من 1000 هذا المقدار الذي جمعناه هذا جاتا ثيتا ونحسبه بالقالة حاسبة جاتاو سنقص 1 بالقالة ما نقال؟ شيفت كوسين ثيتا يساوي جاتاو سنقص 1 بالقال ونحسبه بالقالة حاسبة ثيتا يساوي 61.2 حسابة ثيتا حسابة ما يريدون هذا؟ ما يريدون هذا؟ ما هي المعلومات التي لدي؟ ظلعين وزاوية محصورة محصورة ما يعني أنه يمكننا استخدامه لأنه لدي ظلعين وطول ظلعين معلومين وزاوية محصورة بينهما حسابة؟ ما نقول هذا؟ طول الظلع واو حسابة؟ واو تربية ما يساوي؟ 2.8 تربية الظلع هذا تربية زائد الظلع هذا تربية ناقص 2 في الظلع هذا في الظلع هذا في جات الزاوية محصورة بينهما قلنا في المثلث هذا المطلوب هنا واو تمام؟ قلنا واو تربية يساوي 2.8 تربية زائد 1.3 تربية ناقص 2 في 2.8 في 1.3 في جات الزاوية بينهما محصورة بينهما اللي هو بشكل هذا وهو تربية ساوي 2.8 تربية زائد 1.3 تربية ناقص 2 ونحسب بمقدار هذا بالشكل التالي ظلعت لي واو تربية يساوي 5.67 معنا واو يساوي جذر نقدر نقول هنا ماذا؟ زائد أو ناقص لا موجب ناقص لأنه يساوي موجب ناقص لأنه يطول هنا لا موجب لأنه يطول هنا لا موجب جذر خمسة بوينت سبعة ستين هي يطلعها 2.38 متر شوفوا مثال آخر أوجد مساحة المثلث مساحة ألف باجي وعطاني الأضلاح هذين هل نقدر نستخدم مساحة هنا؟ نقدر نستخدم مساحة شنو؟ ليش؟ لأن فيها ثلاثة أضلاح من الخواص جلناها من بدل من ملاحظة جلنا أنه لم يجد عندي ثلاثة أضلاح نقدر نستخدم مساحة هذا المثلث لأن نستخدم بالضلاح ما نستخدم المثلث لأن ذ terus وإذا 서울 زاوية نستخدم أي قاعدة من اللي خذينا هل قاعدة جيب ولا جيب التمام أفضل عندي ثلاث أضلع شو معنها؟ معنى جيب التمام تمام نجيب أي من اللي ريحني أي وحدة فيه نجيب زاوية وبعدين نجيب منها المساح جيبنا الزاوية مثلا ألف جات ألف شن يساوي يساوي الظلع المجاور لها تربيع صاد تربيع زائد عين تربيع ناقصين تربيع على اثنين في صاد في عين اللي هي خمسة تربيع زائد ثمانية تربيع اللي هو الظلعين ناقص أربعة تربيع ليسين على اثنين في صاد في عين اللي هي خمسة في الثمانية ونحسب المقدار هذا بالألة الحاسبة كم يطلع لي طرع لي بوينت تسعة واحد ني خمسة بايش ندير بعدها نحنا شن بنديره بنجيبه ألف ألف ليش بايش نجيبه بيها المساحة قلنا أي زاوية نجيبها ألف كيف نجيبها عطاني جاتا نجيبها شنو بجتاوس نقص واحد تيجب ألف ساوي جتاوس نقص واحد مقدار هذا بالألة كيفية قلنا شفت كوسين تيجب ألف طلعت كم 24.15 هذه ألف خلاص من هنا نجيب المثلث مساحة المثلث متاعي تيجب مساحة المثلث عن طريق الزاوية هذه هي عبارة عن نص في الظلعين المجورين لها في جا الزاوية اللي نحنا جبناه تيجب نص في خمسة في ثمانية في جا 24.15 دي طلعت كم 8.18 سنتيمتر مربع نفط أن هي سنتيمتر مربع لأنها شنو مساحة وكمل لك مثال آخر قالي في الشكل التالي أوجد مساحة المثلث نجد نجيب مساحة المثلث هذا ولا لا شن عندي عندي ظلعين وزاوية محصورة نجد نجيبوها بسيطة جدا شن تيجب مساحة المثلث في الحالة هذه هي عبارة عن نص في طول الظلع هذا ثمانية في طول الظلع هذا تسع في جا الزاوية محصورة بين زي اللي توجد حالينا بس اللي فات ما كانش عندي الزاوية نحن جبنا الزاوية واستخدمنا قانون هنا نستخدم قانون دغري له تيجد مساحة المثلث يساوي نص في تسعة في ثمانية في جا الزاوية محصورة بين اللي هي شنو جا سبعين ونحسب بالمقدار هذا طلعت 33.8 سنتيمتر مربع شوفوا المثال هذا شن قال لي في الشكل التالي أوجد مساحة مثلث هذا مساحة المثلث شن نبينها نبي نجيب باش نستخدمها نبي زاوية صح به تمام نبي زاوية ونبي ظلعين بس نبي ظلعين مجورين للزاوية معنى نقدر نجيب مثلا الظلح هذا ونستخدم هذين أو نقدر نجيب الزاوية هذه ونستخدم الظلعين هذين وهذه أسهل باي باش نجيب الزاوية هذه ها عندي ظلعين وزاوية ليست محصورة بينهما ها معنى نستخدم قايدة شنو ظلعين وزاوية غير محصورة بينهما أنا قاعدة الجيب نشوف قاعدة الجيب نبي نجيب أنا شن وزاوية ما نستخدم العلاقة الثانية اللي هي فيها جا فوق تمام جا دل على طول ظلع مقابلها 7.6 يساوي جا 54 على طول ظلع مقابلها 8 من هنا أنا شن نجيب من شن مجول هنا دال صح؟ دال هذ بلو جبت الظاوية هذي كيف يصير باي اوكي زي ما قلنا بدلي اني أنا نقدر شن دير جبت الظاوية هذي وهذه نطرحن 180 تيدي عندي الظاوية طالة نحن ندور فيها بشن نجيب بها المساحة نضرب هنا قلنا في 7.6 للطرفين هتيقي جا دال يساوي المقدار هذا ومنها جا دال نحسب هذي بالآلة الحاسبة طلعت هالعدلة معناها دال شن تقيت جا أس ناقص واحد للكمية هذي تمام؟ اللي هي شفت صاين تقيت دال يساوي 50.2 قربناها خليناها خمسين معناها شنو؟ جبنا هذا الظاوية هذي طلعت لي كم؟ خمسين نقدر نجيب من مجموع الظاوية المثالة 180 ناقص تقيت دال زاوية المجاورة لهم نص في سبعة بوينت ستة في ثمانية في جا ستة وسبعين وطلعت لي شنو؟ تسعة وعشرين بوينت خمسة سنتيمتر مربع وبهذا القدر نكتفي اليوم إن شاء الله إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله